بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله رح أبدأ في درس الكسور هو درس جداً سهل في البداية يبدأ يعرف على الكسور واش يعني كسر طبعاً دائماً نعرف أنه الكسور هي عبارة عن بسط ومقام اللي فوق نسميه بسط واللي تحت نسميه مقام ويكون لازم كسر اللي هو هذا الخط هنا أعطيكم أمثلاً أن هذه الأعداد تمثل كسور طيب وبعدين رح نتعرف على كيف نجيب الكسور من الأشكال كيف نمثل هذا الشكل على صورة كسر رح نعد الشكل كم عدد المربعات رح نقول 1 وهذه 2 3 4 و 5 مجموع الكسور أو مجموع المربعات كلها رح نكتبها في المقام ورح نكتب في البسط عدد المربعات الملونة كم عددها 3 إذا رح يكون الكسر لهذا الشكل رح يكون 3 على 5 وهنا أشكال تانية اللي هي هنا مثلاً لو عدينا كل المربعات رح يعطينا 8 المربعات الملونة هي 4 هنا كل المربعات 4 رح تكون في المقام المربعات الملونة 2 هنا كل المربعات 16 والمربعات الملونة 8 إذن المجموع في المقام والملون رح يكون في البسط طيب نبدأ نتعرف على حاجة تانية اللي هي التكافؤ والتبسيط اش يعني تكافؤ واش يعني تبسيط دايماً لما تعطيك الكسر المثال هنا 3 على 5 وتقولك اوجدي تكافؤ هذا الكسر اش رح تسوي؟ رح تضربي هذا الكسر في أي رقم يعني لكن شرط انه يكون تضربي البسط والمقام في نفس العدد يعني اذا ضربت البسط في 2 تضرب المقام في 2 ما ينفع تضرب البسط في 2 والمقام في 3 هذا يصير غلط إذن التكافؤ نضرب البسط والمقام في نفس العدد وبأي رقم هنا بس انضربنا في 2 3 في 2 6 و 5 في 2 10 إذن تكافؤ 3 على 5 يعطينا 6 على 10 أو نجرب نضرب مثلا هذا الكسر في 3 نضرب البسط في 3 والمقام كمان نضربه في 3 3 في 3 9 و 5 في 3 15 إذن تكافؤ هذا الكسر رح يعطينا 9 على 15 كمان ممكن نضرب الكسرين أو البسط والمقام في 4 نقول 5 في 4 و 5 في 4 رح نضرب الثلاثة في 4 عفواً رح نضرب الخمسة في 4 أو ممكن نضربهم في 5 رح نقول 3 في 5 و 5 في 5 ونطلع الجواب أو ممكن نقول في 6 في 7 في 8 أهم حاجة يكون البسط والمقام نفس العدد تضربهم فيه هذا التكافؤ التكافؤ ممكن يكون قسمة أو ضرب أو ممكن يكون قسمة مثال هنا 30 على 60 نوجد رقم في البسط والمقام نقسمهم عليه وشرط إنه يعطينا عدد صحيح وعرفنا أشياني عدد صحيح يعني عدد من غير فواصل هنا مثلا لو ضربنا البسط والمقام على 2 لو قسمنا البسط والمقام على 2 30 قسمة 2 رح يعطينا 15 و60 قسمة 2 رح يعطينا 30 إذن 15 وال30 هو تكافؤ لل30 على 60 أو ممكن نقسم 30 وال60 على 3 لو قسمنا 30 على 3 رح يعطينا 10 ولو قسمنا 60 على 3 رح يعطينا 20 إذن العشرة على 20 هو تكافؤ لـ 30 على 60 إذن التكافؤ هو إنه نضرب البسط والمقام في نفس العدد وفي أي عدد أو إنه نقسم البسط والمقام على نفس العدد وأي عدد لكن شرط إنه يعطينا أعداد حقيقية ناتج القسمة يكون أعداد حقيقية هذا بالنسبة للتكافؤ طيب نجي عند التبسيط إيش يعني التبسيط؟ قبل ما نعرف إيش يعني التبسيط لازم نعرف هذه الثلاث أشياء إنه العدد يقبل القسمة على خمسة إذا كان أحده خمسة أو صفر ويقبل العدد القسمة على اتنين إذا كان أحده زوجي أو صفر والزوجي هو مثلا زي اتنين، أربعة، ستة، تمانية، عشرة ويقبل العدد القسمة على ثلاثة إذا كان مجموع الأرقام في جدول الثلاثة طيب نبدأ نتعرف كيف يعني التبسيط لو أنا أعطيتكم مثال مثلا لو قلت نص واحد على اتنين هل هذا الكسر يعتبر مبسط؟ هل هو في أبسط صورة؟ كيف رح نعرف؟ رح نشوف هل ممكن نقسم البسط والمقام على نفس العدد؟ رح نشوف هنا الواحد هل هو عدد زوجي؟ لا ما هو عدد زوجي هل يبدأ بصفر؟ لا إذا ما رح ينفع نقسم على اتنين طيب هل يبدأ بصفر أو خمسة؟ لا هو واحد إذا ما رح ينفع نقسم على خمسة هل مجموع أعداده في جدول الثلاثة؟ ما في عدد نجمع معاه هو واحد بس والواحد مو موجود في جدول الثلاثة إذا الواحد ما رح ينفع نقسمه على هذه الثلاثة أشياء أما الاثنين ممكن تقولوا الاثنين ينفع أقسمه على اثنين صح الاثنين ممكن نحن نقسمه على اثنين لكن في شرط أنه لازم اللي تقسميه في المقام ينقسم في البسط يعني لازم البسط والمقام يكونوا متساويين على نفس العدد إذا ما قبل هذا الإشي ما صار إذا رح يكون الكسر في أبسط صورة ما رح ينفع البسطية أكتر من كده هو تبسيط نص لكن لو جبت مثال تاني مثلا لو جبت اثنين على أربعة هل هذا الكسر في أبسط صورة؟ نجي نشوف هل الاثنين عدد زوجي؟ نعم الاثنين عدد زوجي طيب هل الأربعة عدد زوجي؟ كمان الأربعة عدد زوجي إذا على إيش ممكن نقسمه؟ على اثنين إذا نقسم البسط على اثنين رح نقسم البسط على اثنين ورح نقسم المقام على اثنين ونوجد الجواب لازم القسمة يعطينا أعداد صحيحة اثنين قسمة اثنين واحد وأربعة قسمة اثنين اثنين إذا هذا الكسر تبسيطه هو نص طيب ناخد مثال تاني عليها هذه أمثلة تانية للتبسيط اعطانا 15 على 35 هل هي في أقصد صورة ولا لا؟ رح نشوف هنا ال 15 أحدها خمسة وال 35 أحدهم خمسة إذا حينفع نقسم البسط والمقام على اي؟ على خمسة نقسم هنا البسط والمقام على خمسة طبعا هذه قسمة بس كيف تلخفضت معايا طيب 15 15 قسمة خمسة رح يعطينا 3 و 35 قسمة خمسة رح يعطينا 7 إذا كده أوجدنا صارت ال 15 وال 35 في أبسط صورة طيب لو إجانا عن 3 على 7 هل هي في أبسط؟ أبسط صورة ولا لا؟ نجي نشوف هل الثلاثة عدد زوجي؟ لا هل هو يبدأ بصفر؟ لا هل يبدأ بخمسة؟ لا هل مجموعه في جدول الثلاثة؟ ما عندنا إلا ثلاثة طيب هل الثلاثة موجودة في جدول الثلاثة؟ نعم موجودة إذا الثلاثة ينفع أقسمها على ثلاثة طيب نجي عند السبعة هل السبعة ينفع أقسمها على ثلاثة؟ لا لأن السبعة ما هي موجودة في جدول الثلاثة بما إنه ما رح ينفع فكده رح يصير هذا الكسر في أبسط صورة لأنه ما ينفع نقسم هنا على ثلاثة وهنا على ولا حاجة لازم يكونوا نقسمهم على نفس العدد كده رح يكون في أبسط صورة كده نكون انتهينا من التبسيط آخر حاجة رح ناخدها اللي هي المقارنة بين كسرين لما نيجي نقارن بين كسرين في حاجة لازم نعرفها اللي هي ايه؟ اللي هي لازم المقامات تكون موحدة لو هنا سالب ثلاثة على أربعة واثنين على أربعة نيجي نقارن قبل ما نقارن نشوف هل المقامات موحدة ولا لا؟ هنا أربعة وهنا أربعة موحدة لازم على طول نقارن بين البسط هنا سالب ثلاثة وهنا اثنين دائما السالب أصغر من الموجب إذا رح يكون هنا كده هذه الإشارة يعني أصغر طيب هنا سبعة على خمسة وثلاثة على خمسة رح نشوف المقامات موحدة إذا نبدأ نقارن البسط سبعة وثلاثة إذا رح تكون الإشارة أكبر لأن السبعة هنا أكبر طيب لو كانت إشارات لو كانت المقامات عفوا مختلفة فإش رح نسوي؟ رح نسوي طريقة المقص مثال عليها هنا اثنين على خمسة وثلاثة على أربعة المقامات مختلفة طيب إش رح نسوي؟ رح نمسك المقام اللي هنا اللي هو أربعة ونضربه في الكسر هذا بسط لمقام أنا حتصير اثنين في أربعة وخمسة في أربعة اثنين في أربعة تمانية وخمسة في أربعة عشرين We end. انتهينا من هذا الكسر نمسك المقام اللي هنا ونضربه في الكسر هذا بسط ومقاماً يعني ثلاثة في خمسة وأربعة في خمسة ثلاثة في خمسةких وأربعة في خمسة العشرين صارت المقامات موحدة 早 hơn نقارن البسط طبعاً هنا الخمسة عشر أكبر من التمانية إذا راح تكون الإشارة كذا طيب هنا نفس الحاجة راح نواحد المقامات نضرب السبعة في هذا الكسر راح يعطينا سالب 14 و 35 ونضرب الخمسة في هذا الكسر راح يعطينا سالب 15 و 35 نبدأ نقارن بين البسط هنا ننتبه إنه الإشارات سالبة بما إنه الإشارات سالبة كل ما كان العدد كبير كل ما كان أصغر في السالب يعني مثلا هنا 14 سالب 14 وسالب 15 مين الأكبر؟ الأكبر راح يكون سالب 14 ليش؟ لأنه سالب إذن كل ما كان العدد أكبر في السالب كل ما كان أصغر كل ما كان أصغر وكل ما كان أكبر تمام؟ يعني مثلا لو قلنا سالب 20 وسالب 30 من الأكبر؟ الأكبر رح يكون سالب 20 الأكبر سالب 20 طيب لو قلنا موجب 20 وسالب 30 من الأكبر؟ دائما إذا كان المقارنة بين سالب وموجب دائما الموجب هو الأكبر الأكبر هنا هو 20 لأنه موجب تمام؟ وبكده نكون انتهينا من المقارنة إن شاء الله يكون الدرس خفيف وسهل وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار أكيد تقدر تسألوني وإن شاء الله في الدرس القادم رح أشرح قواسم العدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته